لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد لماذا لم ينقلب الجيد صالح في 2014 مدام عنده انقلاب ينتقلب عليه في 2014 مثلا في الفطر اللي كان هنا في فالتوغراس ولما جاه هنا هو سلال لماذا لم يحدث كل ذلك الانقلاب رغم انه يوجد ان استمعت الجنيرال كان من دوائر توفيق متقاعد استمعت لي شخصيا هنا في باريس قال لي بالحرف الواحد انه تم اقتراح اعتقال السعيد بوتفليقة عند عودته من باريس الى الجزائر واقترحوها على توفيق ورفضها توفيق رفضا قاطع قالهم لا قالهم نعتقلوه والرئيس يدوه ويطبق المادة 88 في انا ذاك وخلاص وقضية شغور المنصب والذهب الانتخابة الرئاسي ورفض توفيق قالهم هذه الخطوة لن نخطوه نعم ماذا لو انه الجيد صالح امر توفيق بعمل هذا ماذا ايضا الكلام هذا عليه شبهات اذا على الوزح النون ان توضح متى اخبرها بوتفليقة لانه في الحوار لداراته مع البلاد اخر البلاد لم تخبر انه نستمع نستمع فهو كان متعب يعني كان متأثر كتير فانا اقترحت عليه بعد ربعين دقيقة اننا نأجل الحديث لما بعد عندما يكون مرتاح ولكن منذ ذلك الحين تغلقت كل يعني الابواب لانه من هذيك المرحلة انطلقت الاوليغارشيا بدأ وزير الصحة في الصيف يتمادى ويفتح القطع تاع الصحة للاوليغارشيا للمفترسين انا ذاك وبدأ مختلف الوزراء ما استدعاكش الرئيس بعدها لا ما استدعانيش فيما بعد وما تنساش انه انت قبل في السؤال اللي ما قبل قلت لك انا تكلمنا على الاوليغارشيا ولكن حسب رأيك واش مغزى الرسالة تاع مجموعة التسعتاش اللي وجهناها لرئيس الجمهورية طالبين انه يستقبلنا لانه احنا سجلنا انه القرارات التي تتخذ باسمه ما تشبه لوس في اللقاء لم تقل اي شيء ما يوحي بانه هناك تخوفات من بوتفليقة بوتفليقة كان يشك في كل من حوله والذي يعرف بوتفليقة عن قرب يشك حتى في اقرب المقربين ليه بانهم لديهم طموح في الصلط حتى اذا قالها لها صحيح في 2014 ربما بوتفليقة ربما قالها وربما لم يقل لا ادري ما صحة لانه لا يمكن انه بمجرد ما تقول الويزة حنون هذا الكلام معناها خلاص يدها خضراء والويزة حنون لا تنطق عن الهواء لا هي قالت هنا التقت في 2014 وتحكي في رواية لا ادري من اين استوحتها ولا احد في الفطرة الاخيرة كل شاف بوتفليقة اذا بوتفليقة اذا كان بالفعل بالفعل ابلغ القيد صالح بانه يريد الاستقالة لكن انه يريد الاستقالة ولكن ما كانت لو ان القيد صالح استجابها لنفرض جدلا ان القيد صالح ما لم يتخذ اجراء التخندق مع الحراك الشعبي والانحياز للحراك الشعبي اوكي خله بوتفليقة يستقيل ويحكم لا عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الامة ولا تفتح اجراءات صدقوني رايح تفرض العصابة ما تريد راح تفرض العصابة لن نرى السعيد بوتفليقة في السجن ولن نرى ويحيا في السجن ولن نرى هذه المجموعات في السجن ابدا هذه انساوها هذه انساوها ابدا اذا بوتفليقة لما شاف الشارع نعض ما بقالوش حتى خيار طرحك الفكر تذيك تمديد والافكار اللي طرحت كلها كانت مرفوضة شعبيا وهو يدرك تماما ان القوة العسكرية ليست معها ان القيد صالح مش معها لانه لو كان على يقين ان القيد صالح معها كان ما يترشحش العهد الخامسة اصلا كي يشوف الشارع اكتا رح يرشح شخص واحد اخر وراح يكون سعيد بوتفليقة في الخلف وراح يكون ربما كان رح يرشح او يحيا لماذا لم تذكر لويزة حنون بانه اكبر شخص كان في السلطة عنده تطلعات الى الوصول الى السلطة وخلافة بوتفليقة هو احمد او يحيا لماذا لم ترخل احمد لانه احمد او يحيا من المجموعة التي تنتمي اليها اليها لويزة حنون المعروفة عندها علاقات يا مع احمد او يحيا وعلاقات مع السعيد بوتفليقة بل انه في مجالس كانت توصف الام الثانية للسعيد بوتفليقة اذا هذه التصريحات عليها علامات استفهام عليها علامات استفهام وكلنا نعلم في مرحلة معينة معنا ذكر القيد صالح كان في موضع قوة كان يستطيع انه ينزع بوتفليقة لو كان اراد الانقلاب كان رح يستطيع حتى في العهد الرابعة كان الشارع رفضها وكان يفعلها ولكن لم يفعلها لها في ذلك الوقت لحسابات وتوازنات كثيرة رح يأتي اليوم ونتحدث فيها ولكن الرئيس بوتفليقة بلغني شخصيا والجنيرا عبدالغني هامل مرت بمرحلة معينة وسمعناها من دوائر بانه كان في فطرة معينة فكروا في تحذير عبدالغني هامل هامل ليكون خليفة لبوتفليقة هو من الغرب الجزائري وابن منطقته وكذا 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 واحدة اعتبارات وبعد ذلك بسبب ايضا طموحات احمد او يحياء احمد او يحياء ضرب ابار ضد الهامل وكذا وكذا هذه كل الأمور نعرفها اذا ما جابتش جديد ما جابتش جديد الجديد اللي حابة تقوله تقول بانه بوتفليقة اولا تبيض صورة بوتفليقة صورة بوتفليقة كأنه بوتفليقة مشكلته هي العهد الخامس يا صيدة لويزة انت كنت تتحدثي عن الاليغارشيا وتتحدثي عن الفساد ولكن معروفة لويزة حنون في مسيرتها انها لم تتهجم يوما على عبدالعزي بوتفليقة انت وحدة نافس عبدالعزي بوتفليقة في الانتخابات ولم نشهد يوما انها اتهمت عبدالعزي بوتفليقة بشيء رغم ان الفساد الذي حدث في عبدالعزي بوتفليقة لا ناظرها له اذا هي تكلمت حقيقة على بعض الفساد ولكن استهدفها لشخص بوتفليقة لم يحدث الا اذا كنت غير متابع جيد حسب معلوماتي لم يحدث واذا كان حدث نتمنى من المتابعين الكرام يكشفونا فيديوهات مثلا انها تهجمت وانتقدت بوتفليقة شخصيا انه اتهمته بالفساد اذا كان هذا حدث ولم ننتبه له وهذا شأن اخر تقول الوزع حنون اذا الوزع حنون هي الطرح هذا اللي طرحاته الدولة العميقة في فطرة نهاية حكم بوتفليقة جذور العصابة المنتفعين بمباشرة لما دار القيد صالح خطابه الشهير وطالبه بتطبيق المادة 102 بدأ الحديث في ذلك الوقت على الانقلام هي جات الان بعد رحيل القيد صالح واجزم لكم لو القيد صالح على قيد الحياة ما قالت هذا الكلام اجزم لكم لن تقول هذا الكلام ولكن امر اخر اذا كان القيد صالح القيد صالح ما قام به لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله